السلام عليكم اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن نظام البيئة أو الشيء من نعرف ما هو مفهوم البيئة إذن البيئة هي الوسط اللي بعيش فيه الإنسان والكائنات الحية الأخرى من هي الكائنات الحية الأخرى؟ النبات والحيوان إذن البيئة هي الوسط الذي يعيش فيه الإنسان والكائنات الحية الأخرى طبعا هاي الكائنات الأخرى وهي الإنسان والنبات والحيوان بيأثروا بعضهم البعض يعني مثلاً يجي نحكي الإنسان باعتمد على النبات والحيوان في حياته وغذائه والحيوان باعتمد على النبات وفي حيوانات تعتمد على النباتات والحيوانات الأخرى في حياتها وغذائها إذن كأننا بنحكي عن سلسلة غذائية إذن البيئة نرجع من عيد الوساط الذي يعيش فيه الإنسان والكائنات الحية الأخرى التي يؤثر بعضها في بعض والتي يعتمد كل منهما على الآخر في غذاءه وحياته البيئة لها نوعين البيئة لها نوعين لدينا البيئة الطبيعية والبيئة البشرية أو شي نحكي عن البيئة الطبيعية البيئة الطبيعية هي التي أوجدها الله تعالى وتتكون من 4 أغلفة إذن هي البيئة التي أوجدها الله تعالى وتتكون من 4 أغلفة دعنا نتعرف على الأربعة الأغلفة نأتي على الشكل 4-2 بيوضح أغلفة البيئة الطبيعية هل انتبهوا معي اول شي عندي الغلاف الجوي اول شي عندنا الغلاف الجوي طبعا الغلاف الجوي هو الهواء الذي يحيط بالارض الهواء الذي يحيط بالارض الهواء اللي بيحيط بالارض بتألف عندي من اكسيجين ونايتروجين بتألف عندي من اكسيجين ونايتروجين هاينا شايفين عنا هاي الكل شايف عنا الغلاف الجوي إذا كلنا بس نتأمل عندنا في الجو هو الهواء اللي بيحيط بالأرض هو هذا الغلاف الجوي نرجع بنعيد بتألف من الأكسجين والنيتروجين هلأ الفائدة من الغلاف الجوي بيحمل أرض من الإشعاعات الشمسية الضارة إذا الفائدة من الغلاف الجوي بيحمل أرض من الإشعاعات الشمسية الضارة هيك كنا حكينا عن أول غلاف ثاني غلاف اللي هو الغلاف المائي اللي هو الغلاف المائي الغلاف المائي شو بتكون؟ عنا بحار، محيطات، أنهار، بحيرات هاد كله بتكون عنا إنه الغلاف المائي خلينا ننتقل هلأ للغلاف الصخري الغلاف الصخري هو الطبقة أو القشرة الأرضية الصلبة لليابسة بتكون عنا من قارات وجزر من قارات وجزر نحكينا الكرة الأرضية تألف من يابس وماء صح الماء اللي هي الغلاف المائي واليابسة اللي هي الغلاف الصخري اللي هو القارات والجزر آخر شي نحكي عن الغلاف الحيوي الغلاف الحيوي الغلاف الحلقوي يا سادس اللي هو اللي بيحتوي مختلف أشكال الحياة بيحتوي مختلف أشكال الحياة من أعمق بقعة للحياة في البحار لأقصى ارتفاع للحياة في الغلاف الجوي واضح إذن الغلاف الحيوي يعني بضمننا الغلاف المائي مع الصخري مع الجوي لأنه بيمتد من أعمق بقعة للحياة من البحار لأقصى ارتفاع للحياة في الغلاف الجوي طيب خلينا نعرف من شو بتألف الغلاف الحيوي الغلاف الحيوي بتتألف عنا من نباتات حيوانات طيور وناس بتألف من نباتات حيوانات طيور وناس طيب بدي تعرفوا كمان انه الغلاف الحيوي بشمل العديد من الانظمة البيئية الغلاف الحيوي بشمل العديد من الانظمة البيئية قبل ما نحكي أمثلة عن الأنظمة البيئية خلينا نتعرف شو يعني نظام بيئي النظام البيئي هو نظام متكامل هال النظام بتكون عندي من عناصر حية وأخرى غير حية احنا بنعرف شو هي العناصر الحية وحكينا هي الإنسان والنبات والحيوان أما العناصر غير حية بنقدر نحكي عن الصخور والرمال وغيرها طبعا هاي العناصر الحية والغير حية برتبطوا مع بعضهم بعلاقات حتى يقدروا يكملوا على نحو متوازن تمام؟ إذن نظام متكامل يتكون من عناصر حية وغيرها عير حية ترتبط مع بعضها بعلاقات تكفل بقاءها جميعا نحو متوازن هلأ ممكن مننا يفكر أن النظام البيئي شرط يكون عندنا غابة فيها نبات وإنسان وحيوان وما لا مش شرط لا مبتد عند النظام البيئي ممكن يكون عندنا قارة ممكن يكون عندنا غابة ممكن تكون عندنا بركة ماء فيها مجموعة من السمت فيها نبات فيها ماء هاي بقدر بحكي عنها نظام بيئي ممكن أحكي عن صخرة صخرة صغيرة فيها سرب من الحشرات أو النمل والغذاء بحكي عنها نظام بيئي بتمنى تكون واضحة عندكم هاي في عندنا هون مثال لنظام بيئي بركة ماء فيها أسماك فيها نبات فيها ماء هون خلصنا أول شيء عن البيئة الطبيعية هلأ خلينا ننتقل للبيئة البشرية دائما بحكي لكم كل إشي طبيعي بتعلق بالله سبحانه وتعالى البشرية في تدخل الإنسان فيه دائما نحكي البيئة البشرية أنه بيكون للإنسان في تدخل خلينا نعرف شو هي البيئة البشرية البيئة البشرية كل ما أقامه الإنسان من مشروعات ومنشآت في البيئة مثلاً لدينا مشروعات سكنية مشروعات زراعية منشأة ينشئ طرق غيره طبعاً في البيئة اللي سخرها إلى الله سبحانه وتعالى إنه الإنسان رح يحتمد على البيئة اللي سخرها الله سبحانه وتعالى له إذن البيئة البشرية هي كل ما أقامه الإنسان من مشروعات ومنشآت في البيئة التي سخرها الله عز وجل طيب هل الإنسان في بدايته استغل موارد البيئة بصورة محدودة إذن علل بدأ الإنسان استغلال لموارد البيئة قديماً بصورة محدودة برأيك ليش قديماً كان يستغل موارد البيئة بصورة محدودة لأنه إمكانياته كانت قليلة وأدواته كانت بسيطة إذا بتذكره ما حكينا بالتاريخ عن الإنسان القديم كيف كانت أدواته بسيطة وإمكاناته قليلة بس بعد ما اتطور عنا العلم والتكنولوجيا زي ما حكينا بعد الثورة الصناعية في أوروبا تغير هذا الحكيم صاروا بدل ما ينتجوا السلع والخدمات بطريقة يدوية صاروا ينتجوها باستخدام الآلات وبهون بيكونوا وفروا الوقت والجهد احنا كمان حكينا الوضع السكاني العالمي يزاد عنا السكان بشكل كبير طبعا انت تلقائي رح تعرف كل ما بزيد عنا عدد السكان اكيد رح يزيد استغلال الموارد البيئة ليش؟ حتى يلبوا احتياجاتهم المتزايدة اذا كل ما بزيد عندي عدد السكان بزيد استغلالي لموارد البيئة حتى ينلبي احتياجات الانسان الزايدة طب خلينا نتعرف عنا صفحة 37 عنا بعض الأنشطة البشرية للانسان هلا نشوف الشكل الاول بيبين عنا المناجم والتعدين هي للانشطة البشرية للانسان الشكل الثاني لنشوف طائرة وسفن هون طرق النقل والمواصلات الشكل الآخر عنا المشروعات زراعية الشكل الأخير لما كانوا يقوموا بشاق الطرق طبعا لما بنشوف المشروعات السكانية برضو هاي عنا انشطة بشرية هلا صفحة 38 عنا الأسئلة هلا الأسئلة الأولى واضحة كانت في الدرس كاملة تقريبا حددناهم هلا بدي تحيل السؤال أربعة على الدفتر بتعمل جدول عناصر كائنات حية وكائنات غير حية وتحط في خانة الكائنات الحية وكائنات الحية هاي حرف الحاء بدل انه كائنات حية حرف الغان انه غير حية والسؤال خمسة على الكتاب ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر